يستضيف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي للرئاسة التركية فإن الشيخ تميم يجري زيارة خاصة إلى تركيا وأوضح البيان أنه من المنتظر أن يناقش إردوغان وأمير قطر العلاقات الثنائية وآخر المسجدات الحاصلة في المنطقة ولم يذكر بيان رئاسة التركية تفاصيل أخرى عن أجندة الأمير القطري في تركيا أعلنت الشرطة الأسترالية مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في عمليات طعن وقعت في مدينة مالبورن وهجم شخص يحمل سكينا عددا من المارة وصدم آخرين بسيارته وسط مالبورن في أستراليا وذكر قائد شرطة ولاية فيكتوريا للصحفيين أن الشرطة أطلقت رصاص على الرجل الذي هدد أفرادها بسكين ويرقد الآن في المستشفى في حالة حرجة أعلن المستشار النمسوي زيباستيان كورتس أن بلاده تشك في أن ضابط جيش تقاعد مؤخرا تجسس لصالح روسيا لعقود وأن فيينا طلبت تفسيرا من موسكو وأوضح كورتس أن الأمر يتعلق بكولونال يعتقد أن أنشطته التجسسية بدأت في التسعينات وقال إذا تأكدت الشكوك فإن هذه القضايا بغض النظر عما إذا كانت قد وقعت في هولندا أو في النمسا لا تصب في صالح تحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي أعلن وزير التجارة التركي أن معبرا حدوديا بين تركيا ومنطقة عفرين السورية فتح أمس ويطلق على المعبر غصن الزيتون على اسم العملية التركية التي انتزعت فيها أنقرة السيطرة على منطقة عفرين بشمال سوريا من قوات كردية سورية في الربيع الماضي اشتركوا في القناة